السيارات الكهربائية ستصل سوريا أخيراً وستكون بأسعار مفاجئة فمصادر اقتصادية سورية انكشفت معلومات مفاجئة عن المرحلة التي وصلت إليها السيارات الكهربائية في سوريا وموعد انتاج أول سيارة فماذا قالوا؟ مؤخراً كسر الحديث عن انتاج السيارة الكهربائية في سوريا حيث بات يتساءل السوريون حول موعد انتاجها وسعرها المتوقع وبحسب التقارير الإعلامية فإن مصادر اقتصاد سوريا كشفت معلومات مفاجئة حول هذا الأمر حيث قالوا إن مشروع صنع السيارات الكهربائية في سوريا وصل إلى مرحلة متقدمة مشيراً إلى أنه يتم حالياً تجهيز المصانع السورية المسؤولة عن انتاج وصنع السيارات الكهربائية ونوهوا إلى أن تلك المصانع بانتظار التعرفات الجمركية فقط حتى تستطع البدء في استيراد القطع اللازمة أوضحت المصادر أن المستثمرين حصلوا بالفعل على الموافقات اللازمة لكي يتمكنوا من استرداد القطع الضرورية للبدء في تصنيع السيارات حتى يتمكنوا من استيراد القطع الضرورية للبدء في تصنيع السيارات أشارت المصادر إلى أنه بمجرد البدء في استيراد قطع الإنتاج من الخارج والحصول على كافة الموافقات ودفع المبالغ المطلوبة فإن المنشآت والمستثمرين سيقومون على الفور باتخاذ الخطوات التالية وهي إنشاء محطات التوليد لشحن السيارات الكهربائية حيث سيتم إنشاء محطات تعمل على الطاقة المتجددة أكدت المصادر أن محطات الشحن ستكون متوافرة بكثرة في مختلف شوارع السورية حيث سيتم إنشاؤها قبل إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنعة أشارت المصادر إلى أنه يجر حاليا العمل على تهيئة البنية التحتية في سوريا لتتمكن من استيعاب مصانع السيارات الكهربائية مثل مصانع الحديد وغيرها كما يجر التعاقد أيضا مع الخبراء والمهندسين في مجال السيارات كما تحاول الجهات المعنية في سوريا إبرام عقود مع شركات صينية لكي تشرف على المصانع السورية وذلك لأن الشركات الصينية لديها خبرة واسعة في مجال صناعة السيارات الكهربائية وحول مميزات هذا المشروع أشار مصدر إلى أن التوجه نحو السيارات الكهربائية سيعمل على توفير مليارات الدولارات إلى سوريا بشكل سنويا كما سيوفر كميات ضخمة من البنزين المستهلك في السيارات العادية وحول موعد إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنعة أشارت التقارير إلى أنه من المحتملي أن تنتج أول سيارة محلية خلال النصف الثاني من عام 2025 وكحد أقصى خلال النصف الأول من عام 2026 وحول الأسعار المتوقعة فأشارت المصادر إلى أن أسعار السيارات ستبدأ من 10 ألف دولار وفق التقديرات الأولية حيث سيتم إنتاج سيارات كهربائية تلبي احتياجات شرائح متنوعة من السورين